اشتركوا في القناة انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين تقدم الكلام على قوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا وكفروا به فلعنة الله على الكافرين وكما تقدم انهم جحدوا وكفروا بالبينات وبكتب الله الواضحة والدلائل والبينات التي شاهدوها ثم ذكر بعد ذلك ان فعلهم هذا باعوا به انفسهم في قوله اشترو ولهذا قال سبحانه بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين فهو سبحانه وتعالى حكم على هذا الفعل بانه بئس الفعل وبئس اسلوب ذم وهي فعل على الصحيح عند النحويين البصريين ان بئس ونعم فعلان غير متصرفين ويرفعان اسمين بئس وفاعلها اما ان يكون محلا بأل واما ان يكون مضعفا الى المحلا بأل واما ان يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز نكرة واما ان يكون يعقبهما او من الموصوليتين فله هذه الاحوال وهذا في قوله بئس ماء وهذا على ان ماء مميز والفاعل ضمير مستتر بئس الشراء بئس هو وما هذا مميز لهذا الفعل وقيل ان ماء فاعل كما يقول مالك وما مميز وقيل فاعل في نحو ما يقول الفاضل ما يقول الفاضل في نحو نعم ما يقول الفاضل فإن جعلته فاعلا قلت نعم القول قول الفاضل وإن جعلته مميزا قلت نعم قولا قول الفاضلي ولهذا قال وما مميز يعني لضمير مستتر أو أنه فاعل لبئس ونعم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله وبئس هذا مع فاعلها خبر مقدم والمخصوص بالذم هو المبتدأ لكنه مؤخر بئس ما اشتروا به أنفسهم واشتروا إما أنه على ظاهره أنهم زعموا أنهم اشتروا أنفسهم بما فعلوه من الكفر أو أن الشراء بمعنى البيع لأنه يقع بمعناه كما في قوله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخص دراه معدودة كانوا فيه من الزاهدين أي باعوه بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا وأن وما دخلت عليه أن يكفروا الفعل المضالع هذا وفاعله منصوب بحذف النون المصدرية وأن وما دخلت عليه تؤوله بمصدر أي كفرهم بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم المعنى الذي اشتروا به كفرهم بما أنزل الله فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهي تؤول ما بعد المصدر ومصدر ومصدره والمصدر هنا الكفر أي كفرهم بما أنزل الله هو الذي استبدلوه وهو الذي أخذوه وهو العوض فجعلوا ما يعتاضونه مما جعلوا أنفسهم سلعة للبيع هو شراؤهم للكفر أو بيعهم لأنفسهم اشتروا أنفسهم حين زعموا أنهم يشترونها مما يقع مما يحصل به مع أن ما فعله عين الهلاك وما هو هذا هو كفرهم بما أنزل الله استعجالا لحظ بئيس مذموم من حضور الدنيا أن يكفروا بما أنزل الله باغيا باغيا مفعول لأجله اعتداء وباغي أن ينزل الله من فضله على من يشاهم عباده مثل ما تقدم في قول سبحانه وكانوا يستفتحون على الذين كفروا كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كما قال سبحانه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلما جاءهم ما عرفوا هو النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب العظيم عرفوا أنه من عند الله سبحانه وتعالى وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بعد علم ومعرفة فلعنة الله على الكافر ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه مستعجل حضوظا من الدنيا وليسات في الدنيا ولهذا كان بغيا منهم حين رأوه وعرفوا أنه محمد عليه الصلاة والسلام وأنه من بني إسماعيل بغيا أن ينزل الله حسدا من عندي أنفسهم كما في الآية الأخرى حسدا من عندي أنفسهم وإن لهم يعلمون أنه الحق وأن الكتاب هو الحق الذي نزل والذي جاء به عليه الصلاة والسلام باقيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من بعده والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء والله سبحانه وتعالى اختاره عليه الصلاة والسلام من خير فريق هو خيار من خيار صلوات الله وسلام عليه أن ينزل الله فضله وأعظم الفضل فضل الدين فضل العلم أعظمه مختصه به عليه الصلاة والسلام من هذه الرسالة فضل عظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم لا شك أن العلم فضل عظيم إذا تعلمت ما اسأله هذا فضل عظيم مسأله واحدة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم إذا استحضرنا يا إخواني هذا علمنا ما هو الفضل العظيم وما هي الغبطة العظيمة وهي ما يختص الله به عبده من العلم رأس العلم النبوه الرسالة فالله اختص به الأنبياء عليه الصلاة والسلام واختص منهم أولي العزم الخمسة عليه الصلاة والسلام واختص منهم نبينا صلوات الله وسلام عليه قال سبحانه فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ورأسهم وسيدهم صلوات الله وسلام عليه وهو الذي يقول يوم القيامة أنا لها أنا لها ولهذا هذا الفضل العظيم يعرفه أهل الفضل والعلم ومما يذكر في قصة لبعض أهل العلم أظنه مالك يعني حضرتني الآن أظنه مالك رحمه الله والعلى تنظر أنه كان يصلي مرة في المسجد لعله مالك ينظر أو غيره لكنه من أهل العلم الكبار وكان إلى يساره سارية عمود سارية وكان يصلي وهي ليست أمامه فجاء رجل فأمسك بكتفي وأدناه من السارية لماذا حتى يصلي لماذا إلى إلى سترة فمشى معه وهو يتلو وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كان فضل الله عليك ينقاد الإنسان للحق مثل ما ليس كما يفعل بعض الناس اليوم إذا جئت إلى الصف أحيانا والصف قد يكون فيه فرج لأن الناس لهم ربما فرطوا في هذا وقد يكون هذا من عدم انتشار هذه السنة أو عدم العلم بها فربما فرط يا كثير من الناس فترى فرجه بين اثنين واثنين لو أنك أدنيت ثلاثة أو أربعة تأخذ إنسانا بلا ضيق يعني الصف الواحد الطويل يكون فيه يسع عدة مصلين للخلل الموجود لو تدني أحدهم ربما ثبت وأبى أن يمشي لماذا يابا السنة تنقاد لها حتى إن بعضهم ربما يقول أنا أريد أن أعمل بالسنة وإذا رأيت خلل في الصف وأتي مثلاً إلى الصف أريد أدخل ويكون في خلل فربما أدنيت بعضهم فأبى إذا قلت تقدم لجهله وغضبه ينصرف عن صلاة ربما يلتفت إليه يقول ماذا تريد ينشى صلاته ويغضب الجهل وهذا وقع فالشأن مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى بغياً أن ينزل الله من فضله والواجب هو الخضوع للعلم وطلب العلم والتواضع للعلم لأن هذا هو الذي يزيدك علماً والشيء بشيء يذكر ومما أيضاً يحضر قصة للإمام عبدالغني ابن عبدالواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الجماعيلي المتوفى سنة ستمائة للهجرة رحمه الله تفي عن تسع وخمسين قد قارب الستين رحمه الله حافظوا الدنيا في زمانه رحمه الله هو صاحب ابن قدامة وهو أكبر من ابن قدامة بأربعة أشهر رحمة الله عليه وكان له عناية عظيمة بالحديث وكان صلباً في السنة رحمه الله ومعلوم أن هذا ربما يكون له حساد ربما أعداء من أهل البدع رحمه الله وكان في حال شبابه برز بحفظه والطلاعه الواسع ومعرفته للتراجم والحديث كان يستظهر السنة ويستظهر رجالها وكان مرة عند أحد الحفاظ الكبار أحد الحفاظ الكبار أبو موسى لعله أبو موسى المديني أبو موسى المديني من حفاظ الدنيا وهم من شيوخه فكان بعض الطلاب الموجودين اختلفوا في حديث هل هو في البخاري أو ليس في البخاري اختلفوا في حديث وكانوا في الحلقة وكان هؤلاء ممن يحملون عن عبد الغني رحمه الله كانوا كلهم من طلاب أبو موسى المديني رحمه الله الحافظ فكتبوا ورقه إلى أبو موسى يسألونه عن هذا الحديث هل هو في البخاري أو ليس في البخاري فلما وصلت إليه الورقة بعث بها إلى تنمذه عبد الغني فسأله ودعاه هل هذا الحديث البخاري فأجاب رحمه الله لما يعلمه عند ذلك كف أولئك عنه وعلموا أن الأمر إذا كان أبو موسى حافظ يرجع إليه ويسأله فما حالنا فلا شك أن فضل العلم الشاهد فيه تواضع أبو موسى رحمه الله كيف أنه كتب لتلميذه رحمه الله لأن العلم رحم العلم رحم بين أهله يأخذ الكبير عن الأصل الصغير عن الكبير الطالب عن الشيخ ويأخذ ربما يأخذ عن تلميذه ويأخذ عن مساويه فهذا من فضل الله وأعظم الفضل كما تقدم فضل الدين قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها وأعظم نعمة نعمة الدين قال سبحانه ويتعذن ربكم لإن شكرتم لا أجدنكم فشكر النعمة بإلائها وبذلها والتحدث بها فهو من أعظم أسباب زيادتها قال سبحانه باغيا أن ينزل الله فضله على من يشاء من عباده محمد عليه الصلاة حسدوه على ذلك فباءوا أي رجعوا مثل قولك في الحديث صحيح حديث أوس رضي الله عنه وأبوء لك بنعمتك علي فيرجع العبد التوبة هي الأوب الرجوع فباءوا بغضب على غضب رجعوا بغضب على غضب هذا مآلهم وهذه حالهم غضب اختلف العلماء في الغضب الأول وغضب الثاني قيل الغضب الأول ما وقع من كفرهم بآيات الله مثل مثل فلق البحر عصى موسى عليه الصلاة والسلام وحين ابتلعت الحيات ويده لما أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين وتضليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وما أشبه ذلك من الآيات العظيمة التي رأوها وكذلك ما أرسله سبحانه وتعالى عليه على الأعدائهم من الضفادع والقمل والجراد وهذه الآيات العظيمة التي أرسلها عليهم الطوف أرسلنا عن الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فهذه الآيات وقيل فباءوا بغضب على غضب الغضب الأول هو كفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام إذ هموا بقتله ويستجيبوا له وكفرهم الثاني كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم والأظهر والله أعلم أنه يشمل الجميع فالغضب المتقدم جميع ما وقع من كفرهم بآيات الله كل ما وقع والغضب الثاني كذلك هو ما وقع منهم بكفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله واعترفوا بذلك ويعترفون فيما بينهم وللكافرين عذاب مهين هذا الجزاء جزاء وثاق وما ربك بظلام للعبيد والكافرون هم الظالمون هم الظالمون أعظم الظلم هو الظلم في إنكار التوحيد في الكفر بآيات الله بكتب الله برسل الله سبحانه وتعالى لأنهم كفروا برسل الله كفروا برسل الله جميعهم لأن من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسول قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين معنى نوح هو أولهم عليه الصلاة والسلام عداد عليه الصلاة والسلام لكن لما قال المرسلين فالمعنى أنهم كفروا بجميع المرسلين بعد نوح عليه الصلاة والسلام لأنهم كفروا به ولهذا قال وللكافرين عذاب مهين كلمة مهين يبين أن هذا العذاب لا انقطاع له ولا انتهاء له لأنه مهين بخلاف عذاب غير الكفار ممن أراد الله أن يعذب فليس عذابا مهينا لأن مآله إلى النجاة مآله إلى الجنة إنما هو تطهير فيدخل فيدخل الجنة مطهرة لأنه ما ثم إلا داران دار النار التي هي خالصة للكفار والجنة التي مآل أهل التوحيد فالعذاب المهين هو عذاب أما غيرهم من أهل الإسلام ممن أراد الله سبحانه وتعالى عذابه من أهل الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فليس عذاب مهين وكذلك يدخل في العذاب أيضا ما يعذب به بعض أهل الإسلام في الدنيا من إقامة الحدود هذا نوع من العذاب لكنه عذاب في الدنيا مما يقع من الحدود من جلد أو قتل للقاتل أو قطع للسارق نحو ذلك فإن هذا ليس عذابا مهينا لأنه من عذاب الدنيا وهو وكفاره وهو كفاره له وإذا كان في الآخرة ممن أراد الله عذاب تههره سبحانه وتعالى ثم مآله إلى الجنة ولهذا يذهب عنهم هذا الاسم وكانوا سمنون الجهنميين فيذهب عنهم هذا الاسم ويخرجون ويضعون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل قال سبحانه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يقال لهم لليهود آمنوا بما أنزل الله بكتاب الله سبحانه وتعالى وبنبيه عليه الصلاة والسلام الذي جاءهم يعرفون قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون عنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله آمنوا أنتم تعلمون أنتم أولى بالإيمان من المشركين المشركون ليس عندهم كتاب قول ذلك أوسو الخزرج شارعوا إلى الإيمان وكنتم تقولون لهم سوف يخرج نبي نقتلكم معه قتل عهد وإرم وهم لا يعرفون بعثا ولا نشورا ولا رسالة ولا نبو ولا يعرفون ذلك وأنتم تعلمون ذلك أنتم عندكم علم آمنوا بما أنزل الله لأن الذي دعيتم إلى الإيمان به أنتم تعلمونه قبل ذلك بل بشرتم به بل استفتحتم يعني انتصرتم إذا جاء نصر الله هو الفتح استفتاح هو الاستنصار مثل حديث سعد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين يعني بدعائهم قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وكذبوا ولهذا بيّن سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في قول هذا هل هم آمنوا بما أنزل عليهم لم يؤمنوا كفروا لأنه لو آمنوا بما أنزل عليهم لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال سبحانه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن ما أنزل علينا وهو التوراة ويكفرون بموراعة غيره وهو القرآن وهو الحق هذا القرآن الذي جاء هو الحق فإذا كان الحق وجب الإيمان به فإذا كان الحق فإنهم يعلمونه لأنهم يعلمون ذلك في كتبه مصدقا مصدقا حال وهو الحق مصدقا لما معهم فإذا كان مصدقا لما معهم فإنهم يدركون ويقطعون أن من تمام إيمانهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام ومن تمام إيمان بل من دليل صحة إيمانهم تمام الذي هو تمام الصحة هو إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق مصدقا لما معهم للذي معهم لجميعه قل فلم تقتلون أنبي الله إذن ليس يعني أنهم كفروا قولا وفعلا كفروا قولا لأنهم قالوا ليس به وليس الذين أعرفه وقد كذبوا هم يعلمون أنه الحق مصدقا لما معهم وكفروا فعلا بأمور كثيرة لكن هنا كما قال سبحانه قل فلما قل فلما تقتلون أنبياء الله قل فلما تقتلون أنبياء الله إذا كنتم تقولون إنكم مؤمنون فكيف تقتلون أنبياء الله فقد كفرتم قولا وفعلا كما تقدم أنهم قتلوا أنبياءهم هذا من أعظم الظلال والعياذ بالله في التكذيب والإعراب قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين هذا شرق لو كنتم مؤمنين لم تفعلوا هذا وهذا خطاب لمن لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مثل ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أخبر اليهود عن من سلف منهم في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام والنبيين من بعده من من كفروا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأخبر عليه الصلاة والسلام أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم كفروا بهم كلهم ولهذا قال أنتم على طريقهم وأنتم شالكون خلف وإذا كان هذا شلفكم فكيف بالخلف أنتم أنتم أشد في الظلام ولهذا لم يؤمن منهم إلا القليل كما تقدم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولهذا كانت هذه الآيات من أعظم المواعظ والعبر لأهل الإيمان في الحذر من طريقة أهل الكتاب والتحذير منها وأن سبب بلاء الأمة هو سلوك طريقة أهل الكتاب في ما وقع منهم في إنكار الكتب ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه بلغهم غاية الكفر وغاية الظلال في قتل الأنبياء وتقدم فيما صح عن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقتلون الأنبياء في أول النهار ويقيمون سوق بقلهم في آخر النهار ما كأنهم صنعوا شيئا يقتلون ثم بعد ذلك في آخر النهار يبيعون ويشترون في البقل ونحوه قوم العتات غلاظ جفات فلهذا حذر الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام من طريقتهم قال سبحانه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون جاءكم موسى عليه الصلاة والسلام ولقد الواو هذه لا مشعرة بالقسم وبعدها قد وهي حرف تحقيق ولقد جاءكم موسى بالبينات المتتابعة المتتالية وجاءكم الأنبياء بعده كما قال سبحانه وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن المبينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهومسكم استكبرتم يعني طلبتم الكبر فريقا كذبتم وفريقا تقتلون فهذا هو ديدنهم إما التكذيب وهو الكفر بالقول وإما الكفر بالفعل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجن من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجن بعده وأنتم ظالمون البينات تقدم نشأره إليها تشمل جميع ما جاء بموسى عليه الصلاة والسلام وهم يقولون يا موسى ادعو لنا ربك ادعونا ربك يعني سوء الأدب منهم مع موسى عليه الصلاة والسلام في قولهم هذا ثم تأتي الآيات ويصرون على ما هم فيه من الظلال لكن ما هو الحال آل أمرهم ثم اتخذتم بعد هذه الآيات البينات اتخذتم العجن من بعده من بعده من بعد موسى متى لما ذهب ليلقى ربه ويكلمه سبحانه وتعالى لما ذهب فرجع إليهم فإذا هم قد عبدوا العجن اتخذتم العجن من بعده وأنتم ظالمون لا شك أن هذا من أعظم الظلم هذه الجملة حالية والحال أنكم حال من التاء في اتخذتم الفاعل اتخذتم والحال أنكم ظالمون قال وأنتم ظالمون هذا هو أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم كما قال عليه الصلاة السلام ولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وليه قال وأنتم ظالمون وهذا في بيان أن على العبد أن يحذر الظلم بجميع أنواع وأن الظلم ظلمات يوم القيامة كما في حديث ابن عمر في الصيحين عنه عليه الصلاة والسلام وأنه حين يستمر على هذا قد يقوده من ظلم إلى ظلم ومن ظلم إلى ظلم لأن الظلم له من اسمه ظلم وظلمه يأول إلى الظلمات عياذا بالله من الظلمات والظلم فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يدلنا على طريق أهل الاستقامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مني وكرم آمين وصلى الله وسلم وبرك عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر